موسيقى أهلا بكم إلى المسائية من الميادين وفي ملفيها لهذه الليلة تأجيل اجتماعات أستانا أولى تداعيات الأزمة الخليجية على الجماعات المسلحة أذرع الأخوان المسلمين في سوريا أكبر المتضررين من حصار قطر والنصرى المستفيد الأول تبدأ بتصفيتها موسيقى دخول إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة على خط الأزمة هل يتيح بمخطط التفرد السعودي أم ينجح ترامب في تبريدها مساء الخير تداعيات الأزمة الخليجية بين قطر والسعودية انتقلت إلى المجموعات المسلحة في سوريا الحرب الديبلوماسية والسياسية بين السعودية وقطر تحولت صراعا مسلحا بين المدعومين من كلا البلدين على الأرض وبدأت جبهة النصرى هجوما على مقار فيلق الشام في ريف حماس شمالي واستولت عليها بالكامل فيما لا تزال الحرب دائرة في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام السعودي وفيلق الرحمن المدعوم قطريا وحليفه النصرى تداعيات هذا الموضوع ستكون هي محور النقاش في ملفنا الأول من المسائية لهذه الليلة أما في الملف الثاني فنتطرق إلى دخول دول عدة على خط الأزمة الخليجية ذلك أن واشنطن عرضت الوساطة وإيران مستعدة لتقديم المساعدة لقطر وتركيا عززت الحضور العسكري وموسكو تنتظر وصول مسؤولين قطريين والدول الأوروبية منقسمة في موقفها تجاه القضية لتبدو مواقف وزير الخارجية القطرية وكأنها رفض للانصياع للشروط السعودية فهل تفقد الرياض رغبتها بقيادة دول الاعتدال العربي؟ وما هي سيناريوهات الحل لهذه الأزمة؟ قبل أن نجيب على كل هذه التساؤلات نذهب إلى مجز لأهم الأخبار أهلا بكم أفضى مصدر العسكري الميادين بأن الجيش السوري وحلفاه سيطروا على كامل المنطقة الممتدة من المحطة الحرارية إلى تل الدكوة في ريف دمشق الشرقي كما أحكموا سيطرتهم على عدد من التلال والنقاط الحاكمة في المنطقة وتمكنوا من القضايا على أعداد كبيرة من الإرهابيين أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أن خمسة من الذين نفذوا الهجومين الإرهابيين في طهران أمسهم من الإرهابيين أصحاب السوابق المرتبطين بالمجموعات الوهابية التكفيرية الوزارة أضافت نهولاء وبعد الاتحاقين بداعش خرجوا من إيران وأشاركوا بجرائم في الموصل والرقة البيان أكد أن الإرهابيين دخلوا البلاد في أبو غسطس الماضي تحت قيادة أحد قادة داعش المعروف باسم أبو عائشة وكانوا ينون القيامة بعمليات إرهابية في المدن ذات الأهمية الدينية لكن مجموعتهم جرى تفكيكها وقتل أعضاء أساسيين فيها منهم أبو عائشة فهربوا من البلاد حينها نشر الإعلام الحربي في اليمن مشاهد استدافة طائرة أفستة عشر تابعة لتحالف السعودي وحدة الدفاع الجوي في الجيش اليمني كانت قد أعلنت إصابة الطائرة بصاروخ أرض جو فوق العاصمة الصنعاء مصر عسكري يمني قال إنه لم تتم معرفة مكان سقوط الطائرة علما أن إصابة الطائرة يأتي بعد ساعات من إعلان رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي أن هناك مفاجأة عسكرية إن شاء الله ستتم قريبا أفد مراسل الميادين بين قوات الحشد الشعبي باتت تسيطر على نحو 20 كم من الحدود مع سوريا غرب الموصل وفي حي زنجيلي قال مراسلنا أن ما تبقى أمام القوات العراقية هو مربع سكاني في جنوب الحي لافتا في الوقت نفسه إلى أن القوات العراقية تسعى لاستعادة طريق الرابط بين زنجيلي والموصل القديمة مشيرا إلى أن الاشتباكات مع تنظيم داعش تتركز في محيط جامع نوري ختم الموجز والآن نعود إلى لانا وإلى المسائية شكرا لك رانا إذن لم تنتظر الفصائل المسلحة في سوريا نتائج الوساطات في النزاع الخليجي لتشعل الحرب فيما بينها حيث افتتحتها النصرة بالهجوم على مقار فيلاق الشام في ريف حماس شمالي واستولت عليها بالكامل وبعمليات اغتيال وتصفية قيادته في إدلب فيما لا تزال الحرب دائرة في الغوطة الشرقية بين جيش الإسلام السعودي وفيلاق الرحمن القطري وحليفه النصرة فيلاق الشام ذراع الأخوان المسلمين العسكرية في سوريا افتتح القائمة الطويلة التي ستقع تحت سكاكين النصرة في إدلب مغاوير الإسلام وجند الإسلام وكتيبة المرابطون نزيف الانشقاقات بدأ بتصديع أكبر الفصائل الإخوانية في سوريا والانشقاق ليس أكثر ما يصيب فيلاق الشام فالفصائل المسلحة التي بدأت أنقرة بتجميعها لدخول إدلب نجحت في إشعال حرب الاغتيالات بينه وبين المصر القاعدية المصر لجأت إلى القتل والعبوات الناسفة التي حصدت عشرات القتل من الفيلق على الحواجز وفي المقارات المصر أكبر المستفيدين من انقلاب مزاج الدول الداعمة للمجموعات المسلحة في سوريا ضد الإخوان المسلمين لتبدأ بتصفية فصائلهم وتعيد تركيبة القوى الموجودة في إدلب النصر التي حاولت فرض الاندماج بالقوى على عشرات الآلاف من المقاتلي أحرار الشام وفيلق الشام ستبدأ بحصد البيعات قريبا من فصائلهم المشقة الغوطة الشرقية استوقت الحرب في إدلب فلا رجعت لجيش الإسلام المدعوم سعوديا عن قتال ذراع قطر فيلق الرحمن وحليفته النصر جيش الإسلام شحذ سكاكينه بعد هزيمة خصومه في الهجوم على أطراف دماشق واستعادة الجيش السوري لحيي القابون وبرزة ولن يوقف حربه قبل الاستئثار بقرار الفصائل المسلحة على تخوم دماشق مصير الحرب في إدلب يتوقف على أبو عمار العمر أمير أحرار الشام لا يزال يتريث رغم مطالبات بقية الفصائل بإيقاف بغي حيئة تحرير الشام ورغم النفير العام يبدو العمر ينتظر التحكيم على الحرب فالنصر لا تزال تستحوذ على ثلثي السلاح في معقل المجموعات المسلحة الأخيرة في سوريا وأحرار الشام نفسها تخاطر بالانقسام بين جناحيها القاعدي والأخواني إذا ما قررت مواجهة النصر لكن الحرب على النصر لا تزال تنتظر ضوءا أخضر من تركيا وقرارا إقليميا لا يبدو بعيدا مع استمرار النزاع الخليجي كي يتحول إلى اشتباك عسكري بين أخوة الجهاد ديمان ناصف ديماشق الميادين كذلك نتعمق أكثر في الموضوع وكيف ينعكس الصراع السعودي القطري على الجماعات المسلحة التي يدعمها الطرفان في سوريا علي مرتضى أهلا بكم يقدر عدد الجماعات المسلحة في سوريا بأكثر من ألف يقاتل في صفوبيا نحو مائة ألف مسلح وتتفاوت في الحجم والتأثير والتحالفات دعم هذه الجماعات المسلحة بالمال والسلاح يأتي من دول مختلفة تعمل على تفتيت سوريا وتقسيمها أبرزها تركيا وقطر والسعودية إلى جانب الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي في بداية الأحداث السورية وظن من السعودية أن النظام السوري سينهار بسرعة تركت لقطر والتركيا مهمة دعم الجماعات المسلحة لكن صمود الدولة السورية دفع الرياض إلى التدخل مباشرة في مسار الحرب ولسيما بعد تسليم أمير قطر السابق حمد بن خليفة الثاني مقاليد الحكم لابنه تميم وهكذا بدأ الصراع السعودي القطري انعكس على الساحة السورية وأوضح مثال على ذلك وفي الغوطة الشرقية لدمشق حيث يتصارع جيش الإسلام المدعوم سعودي مع فيلق الرحمن والنصر المدعومين قطريا لفرض نفوذهما على المنطقة تتشارك أنقرة والدوحة في دعم الجماعات المسلحة ذات الميول الإخوانية في بعض مناطق سوريا ولسيما في منطقة إدلب حيث الدعم موجه إلى حركة إحرار الشام وجبهة النصر وفيلق الشام إلا أن هذه التنظيمات تتنافس لفرض سطوتها على المنطقة وتتصارع أيضا مع باقي التنظيمات ذات الفكر الوهبي في إدلب والممولة سعوديا إلى جانب التنظيمات المذكورة تدعم قطر التنظيمات كألوية أحفاد الرسول في إدلب ولواء الحق في ريف حمص وجيش التوحيد في دير الزور ولواء مجاهد الشام في حمى وفيلق الشام أيضا فيما تدعم السعودية لواء شهداء اليرموك في درعة وجيش المجاهدين وجبت ثور سوريا في شمال البلاد وشرقها إلى جانب جيش المجاهدين والأنصار باختصار وعلى كل الخارطة السورية وفي مناطق سيطرة الجماعات المسلحة صراع للسيطرة على مناطق النفوذ في ترجمة للصراع القطري السعودي وسط محاولات الدولتين لتوحيد الجماعات ذات التفكير الواحد وتوسيع ستوطيع على حساب الجماعات الأخرى لدينا الكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع سنترح على ضيوفنا الذين سيرافقوننا طيلة هذه المسائية في الملف الأول ومن الملف الثاني أرحب بداية في الستوديو بالبحث السياسي والعسكري أستاذ سامير الحسن أهلا بك ومن دمشق معنا سيدة ميس كريدي الناطقة الرسمية باسم أفضل معارضة الداخلية إلى جناف ومن اسطنبول سيد أوكتاي الماز الكاتب والبحث السياسي أهلا بكم جميعا وسنبدأ من التطورات الميدانية لأن نقطة الانطلاق هي في ما سيكون عليه الحال ميدانيا في إطار الصراع بين الفصائل المدعومة قطريا أو سعوديا سيد سامير الحسن هل نحن أمام إعادة تموضع كاملة للمجموعات المسلحة الآن تقاتل في ما بينها أكان التي تدعم قطريا أو سعوديا أو حتى التي تدعم من الفريق الواحد يعني أعتقد الاحتراب بين هذه المجموعات وبدأ منذ أشهر وكان التباين القطري التركي مع السعودي واضح ولكن الآن من المبكر جدا يعني الحديث عن شكل هذا الاقتتال يعني على سبيل المثال الآن إذا أراد القطري التركي أن يرد جميل مثلا إلى إيران وحاول استصلاح جزء من هذه المجموعات ليكون رافعة في الاستانة مقابل وفد الرياض جفة نصرى إينا ستكون بالإضافة الفصيل الأقوى والأبرز هو أحرار الشام الذي لم يحصل موقفه حتى الآن بكل الحالات غالبية القصائل بحكم الجغرافية بحكم الحدود يعني تدين بالولاء إلى التركي السعودي لديه فصيل وهو يعرف بفيلق الفيلق السعودي اللي هو جيش الإسلام وهو بأعتقد عبر الأردن قادر على تنشيط الجبهة الجنوبية ولكن الفصائل القوية الصلبة التي تتقون من غالبية المجاهدين الذين جاءوا إلى سوريا هم أقرب إلى القطري التركي إلا في حال أراد القطري أن يبدأ بعد المروني أمام الإيراني نتيجة ما يجري الآن في المنطقة هنا ستقرر هذه الفصائل إلى أين ستكون خاصة التشارك في الميدان صعب جدا ولكن حتى الآن هذا الاحتراب هو سمة المرحلة القادمة سيكون هناك تسابق من أجل أرضاء هذا الطرف أو ذاك منذ بداية الأزمة تلك الفصائل شكلت قوة فاعلة نتيجة الرؤية أو الهدف الواحد لجميع الدول الداعمة السعودية التركية القطري الأردني إنما الآن نتيجة هذا التباين أعتقد سيكون المستفيد الأول هو الجيش السوري ما رأيك سيدة ميس كريدي هل تعتقدين ذلك أن المستفيد هو سيكون الجيش السوري وأكثر من هذا كيف برأيك سيأخذ هذا الصراع أي شكل يعني هذه المجموعات المسلحة ستعمد إلى تصفية قاسية لبعضها البعض أولا يسعد أوقاتك وأوقات ضيوفك أكيد أنه في خضم صراع هو سيكون نقل الصراع بشكل أو بآخر واضح أن الصراع الإعلامي بالفترة الماضية القطر السعودي أثر بشكل إيجابي لأنه أزاح كثير من الثقل على قلب السوريين وبنفس الوقت طمأنهم لأنه بدأ الاحتراب الحقيقي بين قوى الشر أكيد أن هذا سينعكس على القوى المقتتلة على الأراضي السورية لأنها ستعبر بشكل مباشر عن ما يخجل الإعلام عن التعبير عنه وبالتالي سوف يكون صراعها القوي أو القاسي أو الدموي هو التعبير عن الكراهية والبغضاء الواقع حاليا بين أسعودية وقطر وبشكل واضح أو هذا الصراع بعين شكلين من أشكال الإسلام وأنا أعتقد أن الصراع أبعد من ذلك بكثير لأنه ليس هناك غياب على الإطلاق للإدارة الأمريكية أنا أعتقد أن كل هذه تدعيات زيارة ترامب لأنه بدأت عملية تبادل الأدوار وفق أجندة مسبقة أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بمختلف الأطياف الموجودة أو المتسارعة داخل الإدارة الأمريكية بمنهجية توصل إلى هدف محدد سوف تؤثر على هذا قطر هل أنا سأقتنع أن قطر لديها كل هذه الإرادة الحرة وهي ليست أكثر من قاعدة أمريكية من ناحية العسكرية ومع كل احترام لأي مواطن لا علاقة له بما يحصل لكن نحن نتحدث عن وضع قطر قطر ليست أكثر من جزء صغير إضافة إلى أن الخيار السعودي أيضا مرتبط بشكل كبير بالإدارة الأمريكية وإرادتها فنعتقد أن هذا الصراع هو إنعكاس لرغبة أمريكية في عملية تبادل أدوار موجودة ضمن الخليج نقل الصراع إلى الخليج أكيد أنه سوف يكون مريح للسوريين ويبدو هذا واضحا الآن نستطيع أن نكمل شيئا فشيئا بعض الأمور والمصالحات بهدوء بدون هذا التوتر بانشغال هذا الإعلام الذي أساءل السوريين من بداية الأحداث بتفاصيله وبأزماته وبمشاكله نحن طول الوقت لم نكن إلا لدينا مهمة الرد على أكاذيب الجزيرة على افتراءات قناة العربية الآن يرد الكيد إلى نحرهم أنا الحقيقة لا أعبر عن وجهة نظر المعارضة وحسب أنا أعتقد أني أعبر عن وجهة نظر أي مواطن سوري الآن نعم وبقطع النظر عن نحن أيضا وسيلة إعلامية هذا رأيك طبعا في موضوع وسائل إعلامية أخرى أكيد ورأيي رأيي الشخصي سأنتقل إلى سيد أكتاي الماز في اسطنبول سيد الماز أمام كل هذا المشهد أين تقف تركيا لو سمحت هذا ما نريد أن نفهمه منك خصوصا فيما يتعلق بالشأن السوري يعني طبعا سنأتي على الحديث على موضوع الخلاف الخليجي الخليجي بعد قليل ولكن الآن فيما يتعلق بسوريا بالمجموعات المسلحة التي تتبع تنظيميا وتمويليا لتركيا وتسهليا يعني بكل الوسائل أين تقف تركيا الآن يعني هل نحن الآن الأترك في مرحلة مراقبة لما سيحدث على الأرض أم سيكون هناك تحرك أكبر للمجموعات المسلحة التي تتبع لتركيا يعني هناك مشاكل في الصوت سمعت جزءا من سؤالك ولكن أعتقد السؤال يعني حول الفصائل المقاتلة في سوريا ودور التركية في الحقيقة هناك كما تعلمون آلية ثلاثية تركية إيرانية روسية يعني منذ بداية هذا العام يعني الاهتمام التركي والتركيز التركي على يعني هناك الصراع مسلح منذ خمس أو ستة سنوات هنا الآن التركيز خاصة التركيز التركي على وقف إطلاق النار تأمين وقف إطلاق النار إيصال المساعدات الإنسانية إنهاء الآلام والمآسي الإنسانية وكذلك تسريع جهود الحل السياسي الذي يرضي معظم الشعب السوري التركيز التركي يعني هنا كما تعلمون هناك مسار أستانا هناك يعني مشاورات مستمرة بين هذه الأطراف فقط لأسهل أكثر المسألة تحديد السؤال أتمنى أنك تسمعني بما أنك تحدث عن مسار أستانا ألغي الاجتماع الذي كان مقررا متقاطع لماذا برأيك ويعني ما الذي سيؤدي أو سيسفر عنه هذا الإلغاء لهذا الاجتماع هذه المرة أعتقد هناك حاجة إلى مزيد من التشاورات وتطبيق قرارات لمؤتمرات السابقة يعني هناك ما زال لجان مشتركة تعمل لتحديد مناطق عدم الاشتباك أو عدم تخفيف الاشتباك ويعني هناك أمور فنية عسكرية تقنية تقيقة تعمل اللجان للوصول إلى الحال يعني هناك بعض مسائل معقدة من الصعب إيجاد حل بسهولة ولذلك أعتقد يعني العمل على هذه الأمور الفنية لهذا السبب وللحاجة إلى مزيد من التشاور وإعطاء الفرصة لهذه اللجان تم تأجيل هذا الاجتماع أما بالنسبة الفصائل الأمر بالنسبة لما تسمى بالنصرة سابقا والآن هي تحرير الشام أعتقد يعني تركيا منذ بداية هذه المجموعة صنفتها مجموعة إرهابية ولا تتعمل معها أبدا بالنسبة لتركيا هذه المجموعة إرهابية مثل طعش أما بقية المجموعات المسلحة يعني ربما تكون هناك تواصل يعني هناك بعض المجموعات كما ذكرتم قريبة من السعودية مثل الجيش الإسلامي أو قريبة من قطر وهناك فصائل قريبة من تركيا خاصة فصائل المشاركة في عملية درع الفرات هذه الفصائل ساهمت في تحرير مناطق واسعة من سيطرة تنظيم الدعيش الإرهابي وكانت جاهزة كذلك للمساهمة في تحرير رقا ولكن الولايات المتحدة واشنطن فضلت مشاركة القوات الكردية الانفصالية في هذه العملية بدلا من هذه الفصائل المسلحة القريبة من تركيا سنتحدث بعد قليل عن خيارات تركية خصوصا في ذل الخيارات الأمريكية فقط تكمل جملة فقط تكمل جملة لا مهما تكون الظروف لا هل الأسكري يجب التركيز على وقف إطلاق النه بشكل كامل وإيجاد حل سياسي أستاذ حسن الآن هناك تفاعلات كثيرة على الأرض السورية هناك معركة الرقة هناك استهداف القوات الأمريكية للمواقع للجيش السوري ولحلفائه هناك جبهة الجنوب درعة هناك أيضا تحركات للجيش السوري في الجبهة الجنوبية هناك أكثر من محور يبدو أنه مشتعل بشكل كبير ومرشح لأي يكون هناك اشتعال أكبر الخلاف الخليجي الخليجي ما الذي سيؤدي يعني كيف سيترجم على الأرض في ظل كل هذه الصراعات وخصوصا على المستوى الأمريكي يعني بدنا هيك شوي يعني نشرح أولا اللي تضل فيه يعني ضيق لا التركي منذ معركة حلاب هو قدم إسهامات كبيرة جدا وحتى الآن يعني يعني يساعد الجيش السوري يعني اللي نعتبره عامل مساعد هو تحديئة الريف الغربي بحلب أو جبهة اللازيقية أو يعني بعض الأماكن التي له قدرة على المشاغلة فيها التركي لذلك يعني الجيش السوري استطاع يعني بوقت قياسي حسن معركة الريف الشمال الشرقي حيث يتواجد داعش الآن الآن الأمريكي يحاول تنشيد الجبهة الجنوبية لإعاقة التقدم الجيش السوري كل ما يجري الآن في مسرح العمليات هو يشير إلى قرب حسم جزء كبير من الجغرافيا السورية وهو يعني وقت سريع وقيسي ونوعي أنا أعتقد الجيش السوري لا يريد الذهاب إلى معبر التنف الآن هو يريد المناورة بإتجاه معبر التنف الأمريكي يحاول التعويض يعني نوعا ما عن بعض يعني الإعقاط التي يتعرض لها في الشرق السوري وعبر البيدي من خلال جبهة الجنوب أنا أعتقد يعني إذا أخذنا الآن المشهد ويعني تدعيات الأزمة الخليجية ستسرع من وسيرة الحسام خاصة يعني هذه الفصائل الآن تعيش حالة ارتباك يعني واحدة من عراقيل الأستانة هذه الفصائل التي كان لها ولاقات مزدوجة الآن تريد أن تعرف يعني كيف تحصل خيارها بكل الحالات يعني يعني اللي قدر أكثر على التأثير في الميدان هو التركي أكثر من السعودي السعودي لا يمتلك جغرافيا قريبة جدا الأمريكي يحاول الآن يعني القيام ببعض الضربات والتي يعني واضح تماما ليست مجدية عندما استهدف في المرة الأولى القوات السورية أو الحلفاء في البادية في منطقة الشحيمة غير لا تكترب أكثر دخلت القوات السورية وفي المرة السنية حاول إخراج القوات السورية تحديدا في هذه البلد الشحيمة ولا يزال الجيش السوري يتمركز في تلك المنطقة أنا أعتقد كل ما يقوم به الآن الجيش السوري هو إعادة رسم الجبهات وإفقاد الأمريكي أي عمق استراتيجي عندما يتم تجويف العمق نقاط الارتكاز على الحدود بدون عمق لا قيمة لها إطلاقان وأنا أعتقد إذا طالت معركة الرقة أكثر من شهر بين الأمريكان والكرد من جهة وداعش من جهة أخرى سيكون بمقدور الجيش السوري التقدم من مسكنة باتجاه خناصر ومن ثم باتجاه مسلس الرصوفي وأيضا من محوري ودي أراك السخنة ستكون له الأفضلية في سباق واضح باتجاه أو بمنطقة الرقة كل ما يكون به الآن الأمريكي هو نوع من الإعاقة والمشاغلة نتيجة النجاحات العسكرية السريعة للجيش السوري والحلوة سيدة ميس كريد فيما يتعلق بالمستوى السياسي هل تعتقدين أن الأزمة الخليجية ستؤدي بتركيا وقطر إلى التراجع خطوات إلى الوراء إلى تقارب أكثر مع الرؤية الروسية الإيرانية فيما يتعلق بالحل في سوريا القضية قضية مصلحية بشكل رئيسي فأولا التقارب التركي مع روسيا هو تقارب على المضض لأن تركيا بكل أدبيات السياسية المكتوبة على الأقل أدبيات أوغلو وغيرها في مرحلة حكم أردوغان وحكم حزبه هي أدبيات تدل على عدائية محكمة باتجاه روسيا لأن هناك تنافسية على مناطق أوراسيا وأنا لا أريد أن أخوض بهذه المزألة ولذلك دائما كان الحليف الإيراني أو الرديف الإيراني أو إذا قلنا أصدقاء سوريا الحقيقيين دولة روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما كان هو الحامل الحقيقي لظهر دولة روسيا الاتحادية وهذه وجهة نظري بشكل رئيسي الآن تركيا مضطرة لأن الاتفاق في أستنى هو اتفاق يدل على توافق أولي أو جزئي ليس كامل ولا مكتمل مع الأمريكي ولكنه إشارة واضحة لأن روسيا لديها تفويد في المنطقة قوي وبالتالي وثم أيضا أن تركيا الآن أصبحت قابق وسين أو أدنى من الخطر أنا لا أحب القراءة المتعلقة بأمان السوريين تجاه تركيا ولكن منذ الانقلاب المفتعل أو الجدي أو الحقيقي أو غير سميه ما شئتي على أردوغان إلا أن الخطوات التي اتخذها أردوغان بإعلان نفسه كحالة متفردة في الحكم هي عمليا خوف من الجيش وحركة استباقية تخوفا على حكمه من الجيش فإذن هو مضطر إلى أن يدخل في حاضن دولي معين الأمريكان لديهم سياستهم هم يلعبوا بالجميع وفي النهاية ليس لديهم مانع عن التخلي عن الجميع فإذن لابد أن يكون هناك اتفاق دولي واضح أنا أعتقد أن الخلاف القطري السعودي بشكل رئيسي هو على هذه المسألة القطري كاد أو أصبح خالي الوفاد عندما أدخلت السعودية ممثلها محمد علوش إلى مفاوضات أستنى وبالتالي هنا قلقت قطر على الحصة وبغمز أمريكي لأن الجميع للأسف الخليج هو أدات الولايات المتحدة الأمريكية فبغمز أو بتسهيل أو بإعاز أو شكل من أشكال الإيحاءات فقامت هذه المناوشات بينهم الأساس هو المصالح والأساس هو أن قطر بلا حصة فحاولت أن تأخذ هذه الحصة بتقارب مع إيران تقاربها الجدي مع إيران إذا أردت أن أتعمق أكثر في هذه المسألة بالعودة إلى عمليا تقارب حماس أو ابتعاد حماس عن الحاضن المقاون بشكل أو بآخر وابتعادها عن إيران كان فترة وجيزة جدا هي فترة استلام الإخوان المسلمين لحكم مصر وهذا بكونهم راهنوا على وجود دولة حليفة قريبة ذات محتوى إخواني ممكن أن تسهل وجودهم في المنطقة فابتعدوا مباشرة عن إيران على أمل أن يكونهم حاضن آخر بإعلان نهاية الربيع العربي بقرار دولي عندما أسقط الحكم الإخواني في مصر وبقرار دولي عبر تحرك عسكري ليعلن العالم أجمع أن القوى العسكرية القائدة لأي دولة هي أكثر راحة من قوى الإسلام السياسي مهما بلغت متوعيتها فهنا بدأت إعادة الحسابات عمليا إعادة الحسابات بدأت من هذه النقطة ولكنها أخذت وقت طويل الآن أنا مصر أنه سيكون هناك صراع دموي بين القوى المسلحة المدعومة بالمال هذا المال تدفع له قطر تدفع له السعودية نعم وسوف يكون أكيد وسيلة لتفريغ شحنات الخلاف الخليجي لأن للأسف الشعب السوري أو المكونات الموجودة أو كل مزابل العالم التي استحضرت إلى سوريا هي بنهاية أدوات لا أحد ينظر إليها لا كضحايا ولا كفصائل هي بنهاية في محرقة الحرب فلا مانع لأن تحرق من أجل خبر إعلامي أما الحقيقة أن المحرك الأساسي بالصلاة هو عقلية أو بناء التكتيكية الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة سيد يلماز لا أدري إذا كنت توافق يعني طبعا لا أريد منك ردا مفصلا على مقالته سيدة ميس كريديو لكن فيما يتعلق بالتركيا تحديدا لو سمحت تحدثت عن أن تركيا تتبع مصالحها الآن وإذا كانت تتقارب مع روسيا فذلك على مضد لأن الأمريكيين بشكل أو بآخر خذلوا الأتراك فيما يتعلق بالتعاون مع الكرد في تحرير الرقة وبالتالي الخلاف الخليجي الخليجي سيؤدي أيضا بتركيا إلى أخذ خيار أو تموضع دولي مغاير عن ما كانت تتخذه سابقا مع خيارات ترامب مع السعودية تركيا ستأخذ خيارات أخرى ستؤدي إلى أن تقبل بحلول ربما في الأزمة السورية لم تكن تقبل بها سابقا ما رأيك بهذا التحليل يعني هذا تحليلها أنا تحليل أن تركيا تحاول نهج سياسات مستقلة صحيح تركيا مرتبطة بمنظومة الغربية بحلف الناتو عضو أساسي في حلف الناتو كذلك مرتبطة مع الأنظمة الخليجية كصديق لهذه الأطراف وكذلك تركيا يعني علاقة تربط تركيا وإيران مهما تكون بعض الخلافات السياسية علاقات قوية جدا مبنية على حسن الجوار وعلى المصالح المتبادلة وأنكر يعني الكل وكذلك هناك علاقات جيدة مع روسيا الكل قد تحاول هذه الأطراف الأساسية أي الغارق بروسيا ودول الخليج وبعض الدول العربية وربما إيران التأثير في السياسات التركية وجذب التركية لجانبها ربما ولكن أنكرا يعني سابقا كانت تمشي مع الغارق ولم تكن تحدث أي مشكلة بين تركيا والغارق بشكل عام ولكن منذ الفترة الأخيرة كما تعلمون تحاول نهج سياسات ومستقلة قد ننتقط هذه السياسات قد تكون هناك بعض الأخطاء صحيح ولكن تحاول أنكرا نهج سياسات وطنية مستقلة عن هذه الجهات وتوازن علاقتها مع هذه الأخطاء بشكل عام يعني هذا الخلاف مثلا إذا بحثنا الخلاف الخليجي تركيا على علاقات جيدة جدا مع قطر كما تعلم علاقة جيدة مع السعودية حتى مع إمارات ولكن تحاول توازن هذه دون التخلى عن قطر تحاول توازن هذه العقدة أحيانا تجد صعوبات طبعا في التوازن بين هذه الأطراف بشكل في سوريا أولوية التركيا سيدة الكريمة هذه أولوية التركيا سبق ما سبق الآن أولوية التركيا الحفاظ على وحدة السورية ثانيا إيجاد حل بشكل أسرع حل السياسي يرضي الشعب السوري وليس الأطراف الخارج الشعب السوري ثانيا منع قيام أي كيان إرهابي على الحدود التركية طبعا تركيا تريد أن تكون هذه السورية الجديدة دولة مدنية مستقلة ينتخب فيها الإطارة باختيار الشعب السوري هذه سياسة تركيا سوريا فقط لكي نختصر قليلا لأن الوقت ضيق في هذا الملف سؤال أخير لك سيدة ميس كريدي أيضا أريد منك إجابة سريعة لو سمحت المنسق الهعام للهيئة العليا المفاوضات سيد رياض حجاب كان قد انتقد أداء المعارضة وقال بأنها تمر في أسوأ حالتها المعارضة السورية بعد الخلاف الخليجي الخليجي برأيك كيف سينعكس ذلك على المعارضة السياسية التي تشارك في المفاوضات السياسية في جنان تطلبين مني رد سريع على موضوع المعارضة أولا مع علاقة رياض حجاب بالمعارضة السورية حتى يتحدث عنها هو شخص منشق عن النظام ولا يقبل أي طرف وثانيا المعارضة التي تحدث عنها رياض حجاب هي المعارضة ذات الولاء أما القطري أو السعودي وهذا أمر طبيع أن هذه المعارضة ستقتل فيما بينها لأن هذه معارضة تقبض راتب وهل نسمع عن معارضة تقبض راتب ثمن معارضتها أما إذا كنت تريد الحقيقة فأن الشعب السوري للأسف عاثر الحظ حظي بأسوأ معارضة في تاريخ المنطقة وأنا دائما أكتب هذا لأنها المعارضة الوحيدة التي تمتعت بشكل من أشكال ارتزاق السياسي الغير مسبوك على الإطلاق لأنه كان شكل الأحداث بقطع نظر عن ذلك ولكن خلاف السعود القطري كيف سينعكس عليها سيدة ميز؟ طبعا سينعكس على كل أزلامهم أزلامهم الموجودين في هيئة المفاوضات وغيرها كل من يقبض راتب من القطري أو السعودي ولكن أنا أبشرك أيضا أن السوريين سوف يقع المعارضين طبعا أتحدث عن الشعب السوري أبدا ولا أتحدث عنها كمعارضة متضامنة مع وطنها ومع بلدها ومع أرضها ومع دولتها أنا أتحدث عن أولئك المصنعين مثل رياضة حجاب ذوي الرواتب بالريال والدولار وغيره هؤلاء ليسوا المعارضة هؤلاء أزلام قطر والسعودية سوف يذهبون إلى من يدفع أكثر هذا رأيي بهم وسوف لم يتغيب سوف يذهبون إلى من يدفع أكثر وسيشبه هذا البازار بازار تعيين رئيس الائتلاف عندما كان يدفع أحدهم ألفين فينتخبوا ثلاثة ألاف دولار فينتخبوا هؤلاء ليسوا المعارضة السورية ونسجل اعتراضي على هذه المسألة هؤلاء هم زبانية قطر والسعودية الموزعين على فنادق العالم ليس لهم أي ارتباط بالمشهد السوري على الإطلاق ينظرون على الشعب السوري وهم أهل الخيانة وأساسها وأسها وهم أحد الذين شاركوا في تدنيه سوريا أنا كمعارضة موجودة الداخل دعيني أهاجمهم بشدة لأنهم مسؤولين عن دمار البلد سمضطر أذهب إلى فاصل أقل من ثلاثين ثانين الريحانة على أن هذه الفصائل هي ترتبط بالكامل بالصراع الخليجي الخليجي أنا أعتقد كثير في مبالغة ويكون كثير متسرعين أعتقد غالبية الفصائل الأساسية المقاتلة لها أجندات أيدولوجية أكثر مما هي تعمل أدوات عند هذا الطرف أو ذلك ربما هي استثمرت بهذا المال ولكن أعتقد ربما لا ينعكس سريعا سنختم هذا الموضوع الآن ونذهب إلى فاصل ونتابع تقريبا في نفس الإطار وندخل أكثر على الخلاف الخليجي القطري وتداعياته وماذا سيحدث فيما بعد استشراف للمستقبل بعد الفاصل مشاهدين أبقوا معا أهلا بكم من جديد للمسائية يزور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني موسكو السبت للقاء وزير الخارجية الروسية سيل جالافروف فهل ينجح الدخول الخارجي والدولي على خط أزمة الخليج في تجميد الأزمة أو أي مبادرات يمكن أن تقدمها الدول التي عرضت وساطتها وماذا بشأن مصير الشروط السعودية لعودة قطر إلى الحضن الخليجي موسى الديران ضمام لاعبين أقليميين ودوليين لحل الأزمة الخليجية أدى إلى ظهور الردود فعلا متباينة بشأن الأزمة بين قطر وجيرانها أبرز ردود الفعل كانت لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني الذي أكد أن الخلاف بين قطر ودول الجوار يهدد استقرار المنطقة مطالبا في الوقت نفسه بإثبات أن الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لا يمكن أن نتهم بأننا ندعم الإخوان المسلمين ولم ندرجهم كمنظمة إرهابية ليس لدي أي دليل لإدراجهم كمنظمة إرهابية إذا كان لديهم دليل على أنهم يرتكبون أعمال إرهابية نحن مستعدون لإجراء التحقيق بهذا الخصوص وبالتالي إدراجهم على لائحة الإرهاب الحراك الدبلوماسي تكثف على أطراف الأزمة ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة زار القاهرة ودعا خلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى حل الأزمة وتعزيز السلام في الشرق الأوسط في مقال المتحدث باسم الحكومة التركية نعمان قورت الموش إن الأزمة ليست متعلقة بقطر بل بزيادة توتر في المنطقة وتحويل صراعات إلى أزمات وفوضى دعوات التهديئة تجاوزت الأقليم حيث دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتريز إلى تجنب أي تصعيد في المنطقة وأكد أن الأمم المتحدة مستعدة للمساهمة في حل الأزمة البيت الأبيض أعلن أن ترامب يواصل مساعيه لحل الأزمة غدا تعرضه استضافة لقاء يضم قادة الخليج مساع سبقها موقفان لباريس وبرلين حيث حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريال من عز قطر واصفا صفقات تسليح الأمريكية للسعودية بأنها خاطئة وتزيد من خطر التسلح فيما دعا متحدث باسم من حكومة الفرنسية كريستوف كستنار قطر إلى الإجابة على الشروط السعودية لحل الأزمة سيل المواقف ودعوات من كل حد وصوب يطرح أكثر من سؤال بشأن قدرة اللاعبين على تقديم طروحات مقبولة من أطراف الأزمة وعلى أمكانية إنجاز تسويات ترضي دول الخليج ولا تكسير قطر تسوية تبدو أكثر بعدا بعد الصمت الذي آلت إليه الوساطة الكويتية والعمانية والتصريحات العالية النبرة التي خرجت من الدوحة أمام هذه التحركات تعتقد سيد سامي الحسن أن مسألة المسألة العسكرية قد تم تأجيلها أو لم تعد ربما أمر مطروح الآن أعتقد كثير من كان في استعجال عند السعودي وأنا أعتقد هو وصل إلى الزروي الخيار العسكري ربما يكون مطروح ولكن ليس بهذه البساطة أعتقد القطر يدرك تماما التوزنات لذلك لم يتفاجأ يعني بالتصعيد السعودي الخلاف السعودي القطري قديم جديد وليس وليد هذه اللحظة يوجد في المنطقة حلفين حلف المقاومة وحلف الاعتدال العربي بقيادة السعودية أدى الربيع العربي إلى بروز حلف ثالث وهو الذي له سيمة الأخوان المسلمين التركي القطري وهذا زاد من الشرخ أكثر فأكثر إنما حاجة السعودي الآن إلى المال اضطر يعني أن يصاعد بطريقة أعتقد أنه ربما يعني يستعيد القطري سريعا إنما أعتقد القطري يرتكز على يعني سيبي قوية وقادر أن يناور وهي السيبي الروسي التركي الإيراني ويعني لديه هامش ربما سيدفع مال في أنهي ولكن ليس به الشرور أيضا الموضوع الاقتصادي هو الموضوع الأساسي حاجة لا هو المشكلة الأساسية هو الأخوان مع الإيرانيين يعني هذا يشكل خلق لدى السعودي ولكن حاجة السعودي الآن لكن قطر لم تنفتح على إيران يعني بشكل كبير بغض النظر ولكن يعني أعتقد الآن هناك تحركات بسيطة ولكن ليست لا ليست بسيطة يعني هو ربما لن يذهب أكثر من ذلك مع الإيراني ولكن يعني الإيراني حاول تأمين كل ما يحتاجه من يعني مواد غزائية وحركة يعني المساعدات لذلك هو بشكل أساسي يرتكز إلى التركي بالإضافة إلى الروسي مجيء يعني أو مسارعة البرنامج التركي لإرسال مقاتلين بغض النظر يعني إن كان الآن أو فيما بعد هذا موقف متقدم سيد يلماز سيد يلماز بما أننا نتحدث عن إرسال مقاتلين من قبل تركيا برأيك تركيا كيف ستتعامل مع هذه القضية بدأت يعني بخطوات بسيطة ربما الموضوع العسكري أو إرسال مقاتلين كان خطوة هامة في هذا الإطار إلى أين برأيك تنظر تركيا إلى هذا الصراع هي ستقف مع قطر في هذا الصراع بشكل كامل أنت تحدثت عن أن تركيا على علاقة جيدة مع الإمارات والسعودية ولكن طبعا العلاقة الأهم هي مع قطر دائما هناك ربما خلافات أو اختلافات مع السعودية تحديدا ولكن خصوصا يعني طبعا مسألة السلطة في منطقة الشرق الأوسط ولكن فيما يتعلق بقطر تركيا كيف ستتعامل مع هذه القضية في المرحلة المقبلة إذا ما استمر الشحن بهذه الطريقة طبعا تركيا منذ البداية أعربت عن حزنها وأسفها من اندلاع هذه الأزمة أولا وحاول الرئيسة التركية وأجرى اتصالات مع القادة الخليجيين حاول تخفيف الاحتقان والتوتر ولكن بنفس الوقت تركيا لم تخفي أنها وقفت فعلا أردوغان قال أن هذه العقوبات غير صائبة وكذلك تسريع قرار إرسال الجيش التركي إلى قطر يعني علما أن هذه اتفاقية قديمة تم إبرامها في عام 2015 ولكن تم تسريع مناقشتها في البرلمان وثم الموافقة عليها تعتبر ضعما لقطر ربما هذه الخط قد تغضب السعوديين والإماراتيين ولكن تركيا كانت رسالة بأن تركيا لن تتخلى عن قطر وترى أن هذه العقوبات لا مبرر لها هذه موقف التركيا وإذا كنت تسألين عن رأي الشخص أنا أرى أن ضرورة عدم زج التركيا بالخلافات الداخلية العربية الخلافات البينية العربية هذا لا يعني نقف مع طرف المعتدي على طرف الطائف ولكن على تركيا القيام بدلا من أن يكون جزءا مع الطرف أن يكون بدور الوسيط أحسن ربما أنفع إذا خسرت قطر الآن تخسر تركيا سيد الماز نعم إذا خسرت قطر إذا انصاعت قطر إذا استسلمت قطر تركيا أيضا تخسر في المنطقة العربية في صراع النفوذ يعني هذه طبعا القطر هي من ستحدث سياستها يعني أعتقد أن هذه الأزمة ستهت بتنازل معقول من قطر ربما قد تتلبى بعض المطالب السعودية الإماراتية ولكن هناك أطراف مثل تركيا وإيران كما تعلمون وزير الخارجية الإيران جاء بلمس إلى أنكرة وحتى روسيا هذه الأطراف الدول الثلاث لن تسمح بإضرار قطر وستتم بشكل ما حلحلة هذه المشكلة لأن ستضر الأطراف الأخرى كذلك ولا أعتقد أن ستكون هناك تهديد بالاحتلال العسكري وما إلى ذلك لا أعتقد أن هذه الأطراف ستلجأ إلى هذا الأسلوب قبل أن أتقل إليك سيدة ميسي كريدي فقط نرد بعض الأخبار حيث قال مسؤول قطري أن أمير قطر لا يقبل دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور محادثات في واشنطن الوساطة في خلاف المنطقة المسؤول قال لوكالة رويترز أن الأمير ليست لديه خطط لمغادرة قطر والبلاد تحت الحصار على حد تعبيره إذن دخول أطراف إقليمية ودولية على خط نزاع الخليجي غير في مجرى الأحداث ما هو مصير الأزمة في ظل هذه تطورات هبت الله بطر بعد أن التزمت قطر التصريحات الدبلوماسية الهادئة خلال الأيام السابقة أطلق وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تصريحات يعلن فيها قدرة بلاده على الصمود إلى ما لا نهاية في مواجهة الإجراءات التي تضيق الخناق عليها اقتصاديا لكن الأهم هو إعلان الوزير أن قطر ليست مستعدة لتغيير سياستها الخارجية ولن تتنازل مطلقا ما يفهم من كلام محمد بن عبد الرحمن هو رفض واضح من الدوحة للشروط التي تمليها الرياض أبو ظبي عليها للعودة عن القرارات والعقوبات الأخيرة ولم تأتي هذه التصريحات القطرية إلا بعد دخول لاعبين إقليميين ودوليين على الخط غيروا بمواقفهم مجرى الأحداث الأزمة مع قطر لم تعد أمرا خليجيا وحسب فالبرلمان التركي أقر مشروع قانون يسمح للقوات التركية بالانتقال إلى قاعدة عسكرية في قطر البيت الأبيض عرض استضافة لقاء لحل الأزمة وروسيا ستستضيف وزير الخارجية القطري أما إيران فأبلغت الدوحة استعدادها للمساعدة في تأمين الإمدادات الغذائية وتخصيص ثلاثة من موانئها لقطر هذه التطورات جميعها عززت موقف قطر ولو قليلا في وجه الضربات الخليجية المتلاحقة ويمكن لها أن تخفف من وقع العزلة الإقليمية التي أريدت لها الانصياع للشروط السعودية كليا ليس مطروحا اليوم ومصير الأزمة محاط بأسئلة كثيرة ومرهون بما قد تفضي إليه الوساطات الإقليمية والدولية الخيار العسكري لا يبدو قريبا في المدى المنظور ومن المرجح تجميد الوضع وإبقاؤه على ما هو عليه من دون تأزيمه أكثر من ذلك لكن الأكيد أن تمويل قطر للجماعات المسلحة سيتراجع في الفترة الحالية في ظل تسليط الضوء دوليا على هذا الدعم والأكيد أيضا أن السعودية لن تنفرد بقيادة المنطقة أو رسم مستقبلها وليكون القرار الحاسم بيدها وحدها فالأزمة تخطط حدود الخليج ونهايتها ربما لن تكون بقرار إقليمي بعد سيدة ميسكريدي ما رأيك بكل هذا خصوصا فيما ورد في تقليل زميلتنا هذه التفاعلات الإقليمية قطر ما هي الخيارات الآن أمامها هناك زيارة لوزير خارجية القطري إلى موسكو هناك عرض إيراني أيضا بالمساعدة هل قطر من الممكن أن تصبح بعد هذه الأزمة أقرب من محور إلى محور آخر أولا دعيني أفرق أمام الشعب السوري لأنني مسؤولة عن كل كلمة أقولها بين رأي الشخصي أنا في قطر وبين التحليل الذي سأرده لأن أنا أعتبر أن قطر ارتكبت جرائم في سوريا لا يمكن أن يغفر لها الشعب السوري ولكني سأذهب إلى التحليل السياسي وبالتالي وجب هذا التنويه أن هذا أبدا لا يعبر عن موقفي من قطر وإجرامها في الأراضي السورية الآن نحن أمام أزمة مركبة الأخوان المسلمين المدعومين من قطر وتركيا بأن المعن وهم الحزب الحاكم في تركيا أصلا هذه مسألة الأخوان المسلمين ليسوا على عدائي وأفرق بين أن هذا رأي الآن سياسي بعيد عن موقفي الشخصي هؤلاء كفصيل وهم الأخوان المسلمين هم ليسوا على خلاف شديد أو مستحكم مع إيران لأنهم كانوا مشتركين إلى حد كبير في محور المقاومة بجزء منه قد يكون صادق أو غير صادق ليس لدينا الآن منطق التحليل ولكن نتحدث عن عملية التقارب تريد السعودية أن تخلق تيار سلفي حتى تؤمن استمرار الصراع السني الشيعي ولا تسمح بتسوي على الإطلاق في المنطقة لأنها تريد فرادة القرار في المنطقة وتريد استحكام العداء للجمهورية الإسلامية الإيرانية أنا في كل ما أبحث الحقيقة لا أجد مبرر جدي لاستحكام العداء أو الضريبة التي يدفعها السوريين للعداء السعودي لإيران لا أجد أي سبب ربما هناك مبررات اقتصادية ولكن السعودية الآن تحاول أن تبرز موقف في منتهى الخطورة أنها هي تقرر من تعاقب وهذا المسلسل كان معنا نحن كسوريين تقرر من سيعاقب وبمالها تشتري القرار السياسي الدولي وهذا حاصل بغض النظر عن حجمها كدولي لأن الآن المتحكم هو الدولار وهذه الريالات تصرف دولارات وهذا النفط السعودي قابل لأن يتحول إلى دولارات في المدى المنظور لديهم كم كبير ومستعدين أن يصرفوه على العداء والأحقاد الآن إذن أي احتمالية لأي تسوية في المنطقة عبر تقارب إخواني مع إيران السعودية تريد قطعه عن طريق إنتاج تيار سلفي أعمى وبملاحظة دقيقة لقيادة الملف للسعودية وأنا من المعارضة التي كانت في الخارج وعادت إلى الداخل بمعنى أني مطلعة على جزء من المشهد منذ أن أعلنت قيادة وهذا لا يبرق قطر أنا أعود وأؤكد أن هذا لا يبرق قطر من جرائمها ولكن هو بإطار التحليل عندما استلمت السعودية الملف في سوريا صعدت فجأة ما سميت بقوة داعش إعلاميا وأولئك الطامحين إلى إنشاء دولة العراق والشام فجأة أصبحت النصر الحليف الغريب الرهيب وبدأ بعض المعارضين اليساريين يذهبون إلى التصريح المباشر بدعم النصر مثل جورس طبرة وميشيل كيلو فهذا كان لافتا للنظر لأن هذا كان موقف سعودي كان خلف هذا الموقف السعودي فإذن هذا التصعيد يراد أن لا نصل إلى حل سياسي وطالما أن قطر تريد أن تكون جزءا من التسوير إذن هناك أطراف تسعى للتسوير أنا أعتقد أنها ستكون في المترس شكرا سيدة ميس كريدي عفوا انتهى الوقت للأسف أنا قطعتك في النهاية عفوا لا يهم أعتقد الفكرة جزيين وصلت نعم فهمت ما كان تريد أن تقول شكرا لك سيدة ميس كريدي الناتقة رسمية باسم وفضل معارضة داخلية إلى جناف كنت معنا من العاصمة السورية أيضا سيد أكتايل ميز أشكرك الكاتب البحث السياسي من اسطنبول وأستاذ سامير الحسن البحث السياسي والعسكري عن دمامك لنا هنا في الستوديو الآن نعيد تذكير بالعناوين تأجيل اجتماعات أستانا أولى تداعيات الأزمة الخليجية على الجماعات المسلحة أذرع الإخوان المسلمين في سوريا أكبر المتضررين من حصار قطر والنصرة المستفيد الأول تبدأ بتصفيتها دخولوا إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة على خط الأزمة هل يطيحوا بمخطط التفرد السعودي أم ينجح ترامب في تبريد الأزمة للمزيد من الأخبار وتقارير ممكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت بلغتين العربية والإسبانيا شكرا للمتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر